وفي ذكرى مرور عام على إطلاقها أثبتت حملة فينا خير رعاية الملكية السامية للعمل الخيري والعادات الأصيلة من قيم النبيلة في الخير والعطاء للمجتمع البحريني حيث أنها تواصل جهودها وتسير وفق أهداف ومرامج محددة بكل نجاح وتميز بعد مرور عام منذ انطلاق الحملة الوطنية في الناخير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نجد أثرها البائن في مساعدة قطاع كبير من المتضررين من الجائحة من أبناء هذا الوطن وترك بصمة الخير وإسعاد الآخرين فرسمت البسمة على شفاه أبناء الوطن فها هي اليوم تسير وفق أهداف وبرامج محددة وهي ماضية باتجاه تحقيق هذه الأهداف التي تحظى بالمتابعة المستمرة لتكون في الإطار والمضامين المحددة لها لخدمة البحرين وأبنائها وتعزيز الجهود الوطنية لسلامة صحة الجميع الله ملك الحمد جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب ضخ مليارات اللي دعم الاقتصاد في مملكة البحرين ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة تعطينا الشرف المشاركة أنه عشان يوم الإحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جاءت لتكون لها الأثر الكبير في نفوس المجتمع البحريني للعمل الخيري كما أثبتت اهتمام جلالته بحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء في مملكة البحرين منذ بداية ظهور جائحة كورونا هذه الحملة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد وحصدت أكثر من 38 مليون دينار بحريني سطرت ملحمة وطنية في الخير والعطاء بعد تسابق الجميع لدعم الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتصدي لكوفيد 19 فالتكاتف المعهود بين أبناء البحرين ووقوفهم صفا واحدا للمساهمة بما يستطيعون عونا لمملكة البحرين في ظل الجائحة العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود كافة ليؤكد أبناء البحرين أن عزوم رجالاتها يظهرون في المواقف الصعبة ومد يدهم لمساعدة الأسر ودعم المحتاجين والمتضررين من كوفيد 19 طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين